اهلا بيكو مرة تانية خلوني ارحب بزميلة اللي من ورنا النهاردة دينا عبدالله اهلا بيك يا دينا اهلا بيك يا نادا واهلا باستاذ المشاهدين المرأة عنصر اساسي ومهم جدا في تطور الانسانية والمجتمع فالمرأة نصف المجتمع وهي الام القائدة والقادرة على تربية شباب وشابات المجتمع وهي الاكثر وتأثيرا فيهم واسهاما في نجحتهم عشان كده دور المرأة من اكثر الادوار الانسانية تأثيرا في المجتمع وكان فيه اعلان جميل كده عن موضوعنا خلونا نطلع نشوف طب يا دينا خلينا نطلع نشوف الاعلان ونرجع نكمل معك وكلامنا وزي ما شفنا اعلان ممتاز ومجهود رائح بيوضع مدى اهمية المرأة المصرية وضرورية الاهتمام بأي مشكلة ممكن تأثر على حال خلينا نتكلم النهاردة عن المبادرة اللي الدولة بدأت تعملها اللي هي مبادرة 100 مليون صحة ودي كانت لفتة كويسة جدا 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 بالنسبة للمرأة المرأة طبعا شاركت في معظم الاعمال معلش هنترك باب صغير كده وهنفتح اراء ونشوف هل فعلا المرأة ينفع ان هي تشارك الرجل في الاعمال وتشارك الرجل في الحياة ام ان المرأة مكتصرة على البيت فقط بصراحة كده كنت حابة لمح لحاجات بسيطة بالنسبة للمرأة هي بدأت توصل لحاجات كتيرة جدا 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 في المجتمع مش هنقول اللي هي تساوب بالرجل طبعا لان ربنا عز وجل خصص حاجات للمرأة وخصص حاجات للرجل فما نقدرش نقول ان هي بقت زي الرجل بالعكس الرجل طبعا مهما علي شأن المرأة فالرجل هيفضل هو الدل الحامي لها او الدرع الحامي لها بمعنى اصح هو سندها والمرأة مهما علي شأنها برضو هتفضل هي الجزء الحنين للرجل ده اللي يدور وده اللي يدور مش معنى ان المرأة وصلت لحاجات كتيرة جدا ده ما يمحيش دورها الاساسي اللي هو البيت الأسرة الأولاد الزوج مش بنقول ان دورها بيكتصر فقط على كده بالعكس خلينا متفقين ان المرأة دورها فاق كل الحدود بس مش معنى ان هي فاقت كل الحدود ان هي تنسى دورها الاساسي اللي هو البيت الأسرة الأولاد الزوج السؤال بنفتح طبعا قراء ونشوف هل المرأة فعلا ينفع ان هي تشارك الرجل في الاعمال وتشارك الرجل في الحياة ام ان المرأة مكتصرة على البيت فقط كلامك صح يا نادا زي ما قلت المرأة المصرية دورها مهم جدا صحيتها لازم تكون من اهم الحاجات اللي نتم بيها وبصراحة زي ما قلنا في اول مجهود رائع من وزارة الصحة وطبعا تحت اشراف رئيس الجمهورية اللي بنقدم له جزير الشكر والعرفان على المبادرة الرائعة دي لكن لما نتكلم عن المرأة ودورها اسمحوا لي اكون متحيزة شوية وده لاني شوفت بجد معنا وقيمة دور المرأة في حياتنا وازاي بنستمد منها الاول وازاي برضو يا دينا جدتنا اللي كانت بتصحم الفجر عشان تشتغل في الارض وتشوف احوال البيت في قريتنا الصغيرة الجميلة ازاي شخصيتها القوية اللي هي فهمة كويس قوي هي بتبرز امتى تبرزها امتى وفهم دورها وتأثيرها كانت محرك لتفاصيل حياة كاملة حقيقي مثال نموذج ومشرف للمرأة المصرية الاصيلة يعني دلوقتي ما تلاقيش كده خالص شفتي زمان كان ايه ودلوقتي كان ايه فعلا دي المرأة الست المصرية الاصيلة اللي بتبقى سند وضهر فعلا لجزها وكذلك العكس الراجل اللي بيبقى سند وضهر لمراته بيكمله حياة مع بعض بيبنوها في الاساس مع بعض واللي في نفس الوقت يا نادة عارفة ان الدنيا مش خناقة على دوره ولكن حياة بنتشارك فيها جميع واحدة برضو من اجمل مقولات الكاتب الكبير انيس منصور كانت اختصار العلاقة المرأة بالرجل قال فيها ان المرأة خرجت من الرجل لا من رأسه عشان تتحكم فيه ولا من القدمي عشان توقعه وانما من احد جانبي اللي كي تكون الى جواري ومن تحت زراعي لكي تكون في حمايته وبالقرب من قلبه لكي يحبها ما فيش انسان عائل يقدر ينفي دور المرأة وقيمتها في المجتمع يعني بالعكس الانسان هو اللي يقف جنب المرأة هو اللي يشجعها على الحاجات الحلوة اللي هي بتعملها يخليها وراها لحد ما توصل فعلا للي هي عايزاه ولا اي رأيك يا دينا اه طبعا انا ده اتطفق معاك في كلام وعاوزين نتكلم برضو عن المبادرة اللي أنا كنت قايلة عليها انت اي رأيك في السؤال الست مكتصرة فقط على البيت ولا ان هي تكون مع الرجل في السغل او مع الرجل في كده لا اما نجية نظري ان الست لها دور مهم جدا في الدنيا وزي ما هي ليها مسؤوليات في البيت برضو ده يعني مش حاجة ان احنا ننفي وجودها في المجتمع او نقل من شاءنا احنا طبعا مستنيين مشاركتكم واتصالاتكم على الرقم الموجود على الشاشة السؤال المرأة فعلا ننفع ان هي تشارك الرجل في الاعمال وتشارك الرجل في الحياة ام ان المرأة دورها ويقتصر على البيت بس كمل يا دينا اه للأسف يا نظب كده تكون فاكرتنا خلصت ولكن معنا تهنئة لا انا نكمل بقى يا دينا موضوعنا النهاردة اللي احنا جايين نتكلم فيه فيه مداخلات كتير النهاردة معنا وفيه كمان الموضوع السؤال اللي احنا بنقوله ان الست فعلا ما ينفعش ان هي تقتصر على البيت بس ولكن ان زوجها لو حابب اهم حاجة طبعا البيت والاسرة والاولاد والزوج دي لو اتخلت عنهم يبقى كده خلاص بس يعني ما ينفعش قصة ان هيك كمان انت كده راحل مكان تاني وكده راحل حتة تانية خلاص انت تعيش بقى في حتة تانية تعيش في مكان تاني ملكيش بقى انك تتجوز وتقولي لا انا هعمل كده وهسوي كده اهم حاجة بيتك واهم حاجة اولادك واهم حاجة طبعا زوجك طبعا انت معانا في الموضوع ده معاك بس فاحنا المفروض بيه مداخلات اصله او معانا مداخلة ولكن الخط قطع فهي معانا تاني المداخلة كمان شوية فاحنا المفروض ان استيطة الاصيلة فعلا هي اللي تكون وقفة ورا جوزها في ظهره هي اللي تشجعه كمان على الحاجات اللي هو ممكن يكون قلقان منها او او عاوز انه يمدي ايده فيها بس هو مش قادر او محدش مشجعه او كده لازم استيطة تكون وقفة في ظهره لازم استيطة تكون مقوية على كده كمان وهو كمان كذلك برضو بالضبط وده انت ايه رأيك في الموضوع ده معاك او اطفق معاك خلينا برضو نقول ان استيطة المصرية في المرأة نصف المجتمع يعني هي اللي عيشة هي اللي من غيره اصلا مش عارف يعمل حاجة بالضبط وهي برضو الساعات ممكن بيكون مقوية هي اللي بيكون معانا مداخلة تلفونية ألو ألو سلام عليكم مسائل نور مسائل ألو مسائل خير عالي صوتك شوية ألو اسمعيك تفضل الخير عالي صوتك يا حبيبت شوية ايو معاك تمام تفضل اهلا بك يا حبيبت أهلا بك أهلا بك أهلا بك اتفضلي أهلا بك تسألي اذا كنت ايبت هي مع فكرة ان الست تشتغل أو هي تطرق حياة الجزء لا أنا الرائي أنا لا لازم تشتغل لاندي هي تصمع حويتها كده نهوية السد فأكيد مش عاية مش عاية تدخل أي سد أكيد مش عاية تدخل أو تدخل على الحياة وتخرج كده عادي لان تثبت نفسها تستقل في حياتها استقلالية ماديا نفسيا مش لازم تحتاج لحد حتى لو كان جزء طيب وبرضو انك ما ينفعش تقصاري في بيتك حتى لو انت حاب شغلك أو حابك كاملي فيه أو كده انه ما ينفعش تقصاري في بيتك لا مش عاية انها بس لازم تسبب نفسها هوية هو لو حابب كده أوكي لكن لو مش حابب ده كده يعني هو يعني هو لو حابب انك تشتغلي أوكي لكن لو مش حابب خلاص تعادي في البيت لا هو يخرج برا حياتي بقى خلاص هو برا لكن انه هو يكون معا ان انا اشتغل اكيد انا حابة وظابة بين الشغل والبيت لكن لو هو كان رؤفت جدا ان انا ما اشتغلش وقت في البيت لا تكده تبينهي وبينهي انهي علي وانا وكده ما ينفعش بالضبط يعني انت عاوزة مثلا انك تشتغلي وما تقصرش في بيتك لنفس الوقت بجامل بيتك يعني؟ اكيد بس مش هتقصري في بيتك برد لا لا نعم 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 بالضبط بالضبط خلينا بقى يا دينا ننهي فقرتنا النهاردة معنا تهنقة معنا تهنقة طبعا بنشكر المهندس شعبان الشبراوي مدير عام الطرق وفعلا تحيا مصر بشعبها من هناك ورقصها السيد عفتاح السيسي وتنفيذها لخطة الدولة بتطوير الكرة المصرية وتوجيهات السيد اللواء محافظ المنوفية تم تنفيذ رصف الطرق الداخلية بقرية جنزور تحت اشراف مهندس شعبان الشبراوي مدير عام الطرق ومهندس سمير حاتحوت والاستاذة ايمان الكاشف رئيسة الوحدة المحلية بجنزور وكمان يا نادا معنا تهنيئة باسم الأستاذة جنة أشرف مديرة أداد البرنامج تتقدم الحاجة نادية العطار بتهنيئة حفيدها مالك محمود بمناسبة عيد ميلاده وتتمنى له دواء من العمر في سعادة وهنا كل سنة وانت طيب يا كوكي وعبال مليون سنة في هنا والسعادة يا رب واشوفك دايما مبسوط وتحق كل النفسك فيه وبكده فاكرتنا مكون خلزت يا نادا كل سنة وانت طيب وبكده هننهي فاكرتنا النهاردة استنونا ان شاء الله الحلقة الجاية من برنامجكم بدون سابق انذار اشتركوا في القناة